موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام أية والأخوات الكريمات في ثنايا آيات الصيام هناك آية يتوهم القارئ للوهلة الأولى أن الآية لا علاقة لها بالصيام فكيف أدرجت بين آياته الصيام يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ما قبل الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نكمل عدة رمضان 29 يوما أو 30 يوما وفي صبيحة يوم الفطر نكبر الله تعالى على ما هدان إليه في رمضان من القرب والأنس به جل جلاله ومن الإحسان لعباده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لعلنا نصل إلى مقام الشكر لله تعالى ثم يأتي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني الآية التي تليها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم تتابع الحديث عن أحكام خاصة بالصيام فما علاقة هذه الآية بالصيام كل الناس يسألون كل الناس يسألون ولو أن الإنسان لم يسأل فإنه لن يتعلم والله تعالى أثبت الحاجة إلى السؤال في كتابه في آيات عدة يقول تعالى يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الأهلة يسألونك عن المحيض ويأتي الجواب للسؤال يستفتونك الاستفتاء والسؤال حاجة في الإنسان من أجل أن يتعلم وأن يسبر أغوار الكون وأن يصل إلى العلم الصحيح من خلال السؤال فكل الناس يسألون لكنهم يتفاوتون فيما يسألون عنه هناك أسئلة تافهة لا قيمة لها ولا معنى كأن يسأل الإنسان عن المعاصي والآثام أو أن يسأل عن أخبار الفاسقين والمنحرفين هذه أسئلة لا قيمة لها أبدا هناك أناس يسألون عن الدنيا أخبار التجارات أخبار العملات ارتفاع وهبوط العملات إلى آخره وهذا سؤال لا شيء فيه والإنسان يتعلم في الدنيا ويسأل وهناك أناس ينتقلون إلى مستوى أعلى في السؤال فيسألون عن الدين لا يكتفون بالسؤال عن الدنيا ولكن يسأل عن دينه بمعنى أنه يقول هذا حلال أم حرام هذا المال هل يجوز أن أخذه أم هو حرام علي لا ينبغي أن أخذه هذه الصفقة ترضي الله أم تغضبه يسأل عن دينه وهذا الإنسان إنسان راق لأنه يخشى على دينه ويخشى على تقواه لربه لكن أعظم من هذا السؤال أعظم من هذا السؤال أن تسأل عن الله أن تسأل عن الآمر جل جلاله لا أن تكتفي بالسؤال عن الأمر تسأل عن الله كيف أرضيه كيف أحبه كيف أسعد بقربه كيف أداوم على الصلة به ما الذي ينبغي أن أفعله حتى يرضى الله تعالى عني تسأل عن أسمائه الحسنى عن صفاته الفضلة تتعلم عن الرحيم عن الودود عن القريب عن المجيب هذا سؤال عن الله بعد أن يصوم الإنسان رمضان يجب أن يسأل عن الله وإذا سألك عبادي عنه فالسؤال عن الله في صميم الصيام لأن الإنسان عندما يذوق حلاوة القرب في نهار رمضان وعندما يذوق الأنس بالله تعالى في ليل رمضان أثناء قيامه لخالقه الواحد الديان لا بد أنه سيسأل بعد رمضان عن الله يريد أن يداوم على الصلة به يريد أن يداوم على المكانة التي حظي بها في رمضان من خلال طاعته لله تعالى فلذلك جاء السؤال عن الله في داخل آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني إذا تفيد تحقق الوقوع أي لا بد أن يسألك عبادي عني كيف لا يسألون عني وقد أذقتهم من أنس قرب ما أذقتهم في رمضان كيف لا يسألون عني وقد كانوا يناجونني في ليل رمضان فأنزلوا على قلبهم السكينة والطمأنينة والحب والخير كيف لا يسألون عن الله وإذا سألك عبادي عني الجواب فإني قريب كل الآيات التي فيها سؤال يأتي الجواب فقل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض كل الآيات التي فيها سؤال جوابها قل إلا هذه الآية قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل له فقل وإنما قال فإني قريب ليتناسب القرب العظيم من الله مع الآية بحيث لا يكون فيها داع أصلاً لما يبعد بين السؤال والجواب فإني قريب ولكي يعلم العبد أنه لا واسطة بينه وبين ربه فالله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد فهو قريب جل جلاله تسأله فيجيبك تريد منه شيئاً فيعطيك وإذا كان ثلث الليل الآخر نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر فالله تعالى قريب مننا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كل الدعاء مجاب وقد يسأل سائل هنا كيف يكون كل الدعاء مجاباً وهناك من يدعون الله فلا يستجيب له انتظر قليلاً الإجابة لا تكون بحسب ما تريد أنت لكن بحسب ما يريد هو لأنه الحكيم والعليم ولأن الله يعلم ونحن لا نعلم كيف تكون الإجابة؟ تكون بإحدى طرق ثلاث يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعاء إلا استجيب له كل الدعاء مجاب لكن بإحدى طرق ثلاث قال فإما أن يعجل له في الدنيا يطلب الزواج فيتزوج يطلب المال فيعطاه يطلب المنصب فيصل إليه يطلب التوفيق في تجارته فيوفق فإما أن يعجل له في الدنيا وهذه الحالة يحبها الناس كثيراً لأن الإنسان خلق عجولة يريد الأمر بسرعة فيحب العجلة ولو كان الآجل أحياناً خيراً له من العاجل لكنه يريد الشيء المحسوس الآن السريع لكن الله تعالى أمرنا أن لا نستعجل قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون انتظر فإما أن يعجل له في الدنيا هذه الطريقة الأولى وإما أن يدخر له في الآخرة لا يعطيك الله ما تريده في الدنيا ولكن سيعطيك أضعافاً مضاعفة يوم القيامة فأيهما أحب إلى نفسك أن تأخذ ليرة اليوم أم أن تأخذ ألفاً في الآجل وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يغفر له بقدر ما دعا كأن يدعو بدعاء وهو غير طائع لله وعنده إشكال في ماله فالله تعالى لا يجيبه ولكنه جل جلاله يغفر له من ذنوبه بقدر دعائه إذن التعجيل في الدنيا التأخير إلى يوم القيامة مغفرة الظنوب بقدر الدعاء قال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل قال وما يستعجل يا رسول الله قال يقول دعوتك فلم تستجب لي فالاستعجال يمنع إجابة الدعاء فلننتبه إذن أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعاؤنا مجاب ولكن الإنسان أحيانا يدعو بالشر وهو خير ويدعو بالخير وهو شر قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولة يدعو بشيء يظنه خيرا له وهو في حقيقته شر أو العكس فالله تعالى لا يعطيه في الدنيا وإنما يؤخر له لأن ذاك الذي يريده لا يصلحه لأن ذاك الذي يريده لا يصلحه كأن يريد طفل أن يأكل شيئا ما فيه ضرر على جسمه فيمنع منه من قبل والديه لأن الوالدين يعلمان أن هذا يضره وهو لا يعلم وكذلك حالنا مع الله قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي استجب لله حتى يستجيب لك استجب له بطاعته حتى يستجيب لك بعطائه فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي لعلهم يصرون إلى الرشد إلى الملتقى أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة